مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا لحصاد عام 2022 الذي نستعرض فيه اليوم ملف الفساد الحكومي وسرقة الأموال وتهريبها إذ لم يختلف عام 2022 عن غيره من الأعوام ليبقى العراق في صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب مؤشر الشفافية العالمي فضيحة مالية جديدة أدرجت ضمن قائمة طويلة من الفضاح قبيل نهاية العام الحالي أطلق عليها اسم سرقة القرن والتي قدرت بمليارين ونصف مليار دولار هي أموال تأمينات الضرائب العامة سرقت من مصرف الرافدين وأن أحد أبرز المتورطين فيها هي ميليشيا بدر بحسب صحيفة أوبزرفر الأغرب في هذه القضية يطلاق سراح المتهم الأول فيها نور زهير بصفقة أعلنها رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني مقابل تسليم ما تبقى من أموال بذمته صفقة عدها مراقبون سك براءة يمنح للفاسدين لإغلاق قضايا متورطة فيها أحزاب أمينة المساءلة والملاحقة بسبب نظام المحاصصة الطائفي وفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى رئيس الحكومة محمد شع السوداني كشف عن استعادة نحو مائة واربعة وعشرين مليون دولار من أموال تأمينات الضرائب المنهوبة أي ما يعادل خمسة في المائة من إجمالي المبلغ وهو ما عده ناشطون استعراضا منه لا أكثر وليس بعيدا عن نور زهير فعلي غلام المقرب من ميليشيا العصائب صاحب ثلاثة مصارف تعد من أكبر زبائن مزاد بيع العملة وتريبها إلى خارج العراق هو الآخر أطلق سرحه في شهر تشرين الثاني الماضي بعد ساعتين من ألقاء القبض عليه في مطار بغداد على الرغم من وجود مذكرة قبضة غلام ارتبط اسمه طبعا بفضيحة عقد شركة بوابة عشتار وشرطه الجزائي الذي ألزم مصرف الرافدين بدفع ما عد تعويضا قدره ستمائة مليون دولار ومع هذا فهو حر طليق لا أحد قادر على اعتقاله بسبب تمتعه بدعم أحزاب متنفذة وميليشياتها المسلحة بحسب عضو لجنة نازهة النيابية هادي السلام وإلى ما وصفه نواب بصندوق الشيطان الأسود الذي تجتمع فيه رؤوس الفساد ألا وهو مزاد بيع العملة فقد أكد نواب أن بعض المصارف تربح في الأسبوع الواحد نحو 12 مليار دينار نعم وأن أغلب تلك الأموال مسجلة باسم أطفال أو متوفين وبوثائق مزورة تتيح لشركات وشخصيات تتبع لأحزاب أن تهرب مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية إلى الخارج وفقا لتقرير لجنة المالية النيابية على صعيد استرداد أموال العراق المنهوبة تقول لجنة النزاهة النيابية أن أغلب الدول ترفض إعادتها لأنها دخلت باقتصاداتها مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 غير جادة بمحاربة الفساد وأطلق السرح كبار الفاسدين وأن أغلب دعاوى الفساد نائمة في المحاكم إذن الأموال المنهوبة من العراق تقدر بأكثر من 500 مليار دولار أي نحو 40% من مجموع موازنات البلاد البالغة أكثر من تريليون دولار منذ عام 2003 هذا بحسب مؤسسة عراق المستقبل وهو مبلغ كاف لبناء دول عديدة وفقا لتقارير محلية وأمريكية ومع تضييق وزارة الخزانة الأمريكية الخناقة على تهريب الأموال خشية وصولها إلى تنظيمات وميليشيات تهدد المصالح الأمريكية اضطر عدد من زعماء الأحزاب والسياسيين والمرتبطين بهم إلى تغيير استثماراتهم بشراء العقارات بدل تهريبها خارج العراق وهو ما عزاه مراقبون ازدياد أسعار عقارات بغداد بنسبة تجاوزت 50% لتزيد عن أسعار مثيلاتها في بلدان مجاورة عادين الأمر يندرج ضمن غسل الأموال العراق للعام التاسع عشر هو من أكثر دول العالم فساداً بحسب صحيفة انترنيشنال بوليس جيشت التي أكدت أن الفساد مرض مستعصن في العراق لم تعالجه كل الحكومات المتعاقبة طوال عقدين بسبب نظام المحاصصة الطائفية والمحسوبية إذ تسند كبرى مؤسسات الولاد تسند إلى المديرين بحسب الولاءات وهو ما أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة وسوء الخدمة العامة وانتشار الاضطرابات إذن مشاهدين الكرام كان هذا استعراضاً لأبرز ما يخص ملف الفساد الحكومي وسرقة الأموال وتهريبها في العراق في عام 2022 شكراً لكم مشاهدين الكرام على المتابعة اneh شكراً للمتابعة شكرا